الاطراف التركمانية في كاركوك علنت عن وجود خرقات انتخابية في إصدار بطاقات ناخب متهمة أفراد قوات البيشمرقة بامتلاك أكثر من بطاقة وقالت أن بعض العوائل الكردية لديها بطاقتان تموينيتان واحدة تابعة لكاركوك وأخرى صادرة في المحافظات الشمالية 80% من قوات البيشمرقة يمتلكون بطاقتين كونهم أيضا يمتلكون بطاقتين تموينية هناك حالات أخرى من تكرار الأسماء في كاركوك والمحافظات الشمالية الثلاث مدعين أنهم مشمولين بالمادة 140 هذه نقطة خلافية أخرى وامتلاك بطاقات تموينية عدد 2 أيضا حزب التركمان إلي اتهم أيضا الأطراف العربية بمحاولة إشراك مواطني الحويجة دون البطاقات البايومترية فيما أكد المسؤولون العرب بكاركوك أن مفوضية الانتخابات استثنت المناطق المحررة الجديدة وأصدرت تعليمات خاصة بشأنها فالمفوضية لها قوانين خاصة ولها إجراءات لتسهيل عملية الانتخابات ولمشاركة كافة المواطنين في المناطق المحررة حسب قناعتها وحسب الإجراءات المتخذة لإجراء والتسهيل هذه المهمة في المناطق المحررة خارج مركز محافظة الكود أشار إلى أن الاتهامات التركمانية غير صحيحة وأن المنظمة الجديدة تكشف كل أنواع التزوير مشددين أن هذه الانتخابات مميزة كونها تأتي بعد مرحلة انتصار العراقي على داعش هذه العملية الانتخابية ستكون اعتماده الأول على بصمة الشخص الناخب وهذه البصمة إذا كان أكثر من بصمة فإنها تصب في عمليات التزوير ونحن تأتي في سياقات أخرى أو مسائلات قانونية أخرى ليس من مصلحة أحد التوجه إلى هذه وأشار التركمان إلى أنهم لن يقبلوا بتقليل حجمهم الحقيقي وثقلهم في كاركوك وأن الانتخابات المقبلة ستبين مدى قوة التركمان وحجمهم الذي كان مهمشا قبل عمليات فرض القانون جميع الأطراف السياسية هنا في كاركوك باتت تخطو خطواتها الأولى نحو الدعاية الانتخابية بحذرين شديد ويبدو أن هذا الصراع بين المكونات تعتبر من الملامح الأولية لهذه الدعايات سوران داودي الحرى كاركوك سوران داودي الحرى